اهلا بكم جاءت تقرير الدور الرابع للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن تطورات الاحداث في العراق باربعة محاور تطرق المحور الاول من التقرير للدعوات الجديدة الى تعديل الدستور الحالي اذ اكد القسم السياسي ان اعتراف القوى السياسية باثر الدستور الخطير في بطلان النظام السياسي الحالي وما ترتب عليه من مخاطر كبيرة هو ما نبهت عليه القوى المناهضة للاحتلال ومنها هيئة علماء المسلمين بوقت مبكر وان دعوات اعادة النظر في الدستور هي محاولة واضحة لانقاذ النظام السياسي المتهاول اما المحور الثاني من التقرير فقد صلت الضوء على عملية تهجي سكان قرى ناحية مكهول في صلاح الدين بذريعة التهديدات الارهابية في دليل جديد ودامغ على فشل القوات الامنية وميليشياتها وعجزها عن ضبط الامن العام في العراق اما المحور الثالث فقد تطرق لتجدد المطالبات بمحاكمة المقدم في القوات الحكومية عمر نزاب بعد اثبات التقارير المعززة بالمقاطع المرئية تورطه باعمال قتل واغتصاب في المحافظات المنكوبة واجباره المعتقلين على الاعتراف بانهم من تنظيم داعش ثم اعدامهم ميدانيا وتورطه في مجزرة جسر الزيتون في الناصرية ضد متظاهرية الشيط وقال القسم السياسي ان مسلسل الافلات من العقاب ما زال مستمرا في ظل نظام سياسي متهم بالكامل بخرق القانون وجاء المحور الرابع من هذا التقرير عن قرار بطلان قانون النفط والغاز الخاص بكردستان العراق الذي اصدرته طبعا المحكمة العليا في بغداد اذ كشف القرار هذا القرار وتبعاته عن حجم التخبط في ادارة الدولة العراقية بعد الاحتلال الامريكي التقرير الدوري الرابع للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين عن تطور الاحداث في العراق وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الاسئلة التالية ما الهدف الحقيقي من وراء تصاعد مطالبات شركاء العملية السياسية بتعديل بعض فقرات الدستور الحالي في العراق وما الذي سيترتب عليه اعتراف القوى السياسية الحاكمة بأثر الدستور الخطير على النظام السياسي الحالي شرعية او بطلانة ولماذا اعتبرت القوى المناهضة للاحتلال ومنها الهيئة ان بعض فقرات الدستور الحالي الغاما موقوتة لتفجير النظام السياسي والمجتمع العراقي ولماذا اعتبر القسم السياسي ان تهجير سكان قرى مكحول دليلا اخر وجديدا على عجل القوات الامنية عن ضبطها الامن العام في العراق وكيف ينظر القسم السياسي الى حلقة الافلات من العقاب القائمة منذ العام 2003 وامكانية توقفها والبدء باحالة الجنات الى القضاء وما الذي كشفه قرار المحكمة في بغداد ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بكردستان العراق لناحية ادارة الدولة العراقية بعد الاحتلال ضيف الطاولة مثنى حارث الضاري وحسين دليا في تقريره الدوري الرابع تناول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين تطورات الاحداث في العراق من خلال اربعة محاور اولها مطالبة قوة وشخصيات سياسية بتعديل الدستور وذلك ما رأى فيه القسم السياسي بالهيئة انه اعتراف من القوى السياسية الحاكمة باثر الدستور الخطير في بطلان النظام السياسي الحالي وما ترتب على ذلك من مخاطر كبيرة حاقت بالعراقيين على مدى سنوات طويلة وهو ما نبهت عليه القوى المناهضة للاحتلال ومنها هيئة علماء المسلمين في وقت مبكر كما تعد هذه الدعوات محاولة لانقاذ واقع النظام السياسي المتهاوي فضلا عن انها ضرورة سياسية لاعادة ترتيب اوراق القوى المتصارعة بعد الانتخابات ملف نزوح سكان قرى ناحية مكهول بمحافظة صلاح الدين يكشف عن فشل القوات الحكومية في ضبط الامن حيث تقوم باجلاء السكان وتهجيرهم بذريعة حمايتهم من عدو طالما ادعت قضاءها عليه وما ذلك الا تنفيذ لمخططات الميليشيات في التغيير الديمغرافي وفي المحور الثالث من تقرير القسم السياسي في الهيئة تبرز قضية الضابط في قوات الرد السري عمر نزار الذي ما زال حرا طليقا رغم افتضاح ملف جرائمه الاسود وهذا ما يؤكد استمرار مسلسل للإفلات من العقاب في ظل نظام سياسي اصبح راعيا لجرائم الحرب وتتحكم به اطراف عسكرية وملشياوية تعطي سك الامان للمجرمين وتضمن عدم محاكمتهم وفي المحور الاخير من التقرير اكد القسم السياسي بالهيئة ان ملف قانون النفط والغاز في كردستان العراق يكشف عن التخبط الكبير في ادارة الدولة بعد الاحتلال ويفضح قضايا التلاعب والفساد في ثروات العراق واخضاعها للمساومات السياسية اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في التقرير الدوري الرابع للقسم السياسي لهيئة علماء المسلمين في العراق والذي جاء باربعة محاوط ضيوف الطاولة الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في ايئة علماء المسلمين سيكون معنا عبر اسكايب من العاصمة الاردينية عمان وايضا معنا عبر اسكايب الصحفي والاعلامي العراقي احسين دلي عبر اسكايب من العاصمة القطرية الدوحة اهلا وسهلا بالضيفين الكريمين اهلا ورحمة الله دكتور مثنى نعم الصوت الحقيقة واطع جدا ارجو رفعه ان شاء الله طيب جائز دكتور في المحور الاول من التقرير الدوري الرابع للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين تطرق الحقيقة باسهاب عن الدستور الحالي في العراق عن الخلفيات عن الظروف التي كتب فيها ملاحظات هيئة علماء المسلمين اعتراضها تنبيهها والكثير من النقاط وكان هناك يعني الحقيقة مطالبات تصاعد لتعديل فقرات الدستور ما الهدف الحقيقي من وراء مطالبات اقطاب العملية السياسية بتعديل فقرات الدستور الآن في هذا الوقت بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك اخنا جيد والاخ العزيز عسين دلي ولجميع الاخر ومشاهدي قناة الرافضة أهلا وسلم هذا السؤال طبعا في مكانه لأنه يسأل عن مغازي وأهداف وغايات هذه الدعوة الآن لإعادة النظر في الدستور وهي دعوة ليست جديدة يعني منذ عدة سنوات بدأنا نسمع هذه النغمة من عدد من أركان العملية السياسية من من صاغوا الدستور أو شاركوا في صياغة الدستور أو قيل أنهم شاركوا في صياغته فكلنا يعلم أن الصياغة لم تكن لهم وإنما كانت هناك لجنة مكلفة من الأحزاب الحاكمة وقتها ليظهروا الدستور على أنه دستور العاقل المهم هذه الدعوات نقروها في أياته علامة المسلمين كما ورد في التقرير الدوري للقسم للقسم السياسي في الهيئة أنها اعتراف واضح وصريح من العملية السياسية الحالية بشقها السياسي من خلال تصريحات بعض السياسيين ومن خلال شقها القانوني من خلال تصريحات رئيس المحكمة الاتحادية كلهم يدعو الآن أو أغلبهم يدعو الآن إلى إعادة النظر في الدستور وتعديل بعض الفقرات بحجة أنها كتبت في ظرف غير هذا الظرف وأنها كتبت في ظرف لا تشابه الضغط السياسي أو الظرف السياسي الحاصل لا طبعا وصلوا إلى هذه النتيجة لا من منطلق نظرة عامة وشاملة في الدستور والمؤاخذات عليه ومراجعة للنقاط التي هي مثال اختلاف فيه أو للروحية التي كتب فيها الدستور أو للظروف التي كتب فيها فكلنا يعلم أن الظروف السياسية والأمنية والمجتمعية بل بصورة عامة الظروف الوطنية ساعة الاحتلال لم تكن تساعد على صياغ الدستور يحظى بقبول العراقيين أو يحقق مطالب العراقيين فالضرر وقع ابتداء منذ إقرار الدستور في عام 2005 على العراقيين جميعا ولكن العملية السياسية والنظام السياسي القائم لا يأبه للضرر الذي يقع للعراقيين وإنما يأبه فقط للضرر الذي يتسبب في التأثير على العملية السياسية أو يتسبب بالتأثير على العملية السياسية ومن هنا كانت تصريحات فائق زيدان وتصريحات سياسيين آخرين أن هناك قضايا مهمة في الدستور تعطل العمل السياسي الحالي وأن هناك نقاطا عليها شبهات دستورية فيما يتعلق باستمرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومهوها الكتلة الأكبر وما يسمونه الانسداد الحاصل الآن في العملية السياسية إذن هي محاولة لإعادة النظر في الدستور في المسائل التي تؤثر على سير العملية السياسية والنظام السياسي القائم كما يريدون وليس نظراً في روح الدستور في نصوص الدستور في مغازي الدستور في الضرر الذي تسبب به العراقين على مدى التسعة عشر عاماً الماضية فهذا هو الهدف حل حلد كما يقولون الوضع السياسي الحالي لأن هناك بعض الفقرات كتبت في وقتها على عجل ما كانوا يظنون بأنها ستكون حجر عثرة أمام العملية السياسية الآن تبينوا أنها حجر عثرة فيحاولون إعادة النظر فيها هذا هو الهدف الذي يدون إليه سأتحدث في سياق هذه الحلقة عن قدرة الدستور المعدل بعض الفقراته في إنقاذ النظام السياسي المتهاوي من هذا المأزق الكبير الذي هو فيه أستاذ حسين ندلي مرحباً بك معنا أهلاً بك أستاذ ماجي التحية لك والرافدين والدكتور المتنم أهلاً وسلم تحدث التقرير أيضاً عن أن الدستور الحالي الذي توافق عليه شركاء العملية السياسية عام 2005 بالإجماع كان عرضه خلال السنوات الماضية لكثير من الخروقات وعدم الاحترام والتجاوز عليه برأيك لماذا يحتاج شركاء العملية السياسية ليخرقوا أو يتجاوزوا أو يتطاولوا على دستورهم الذي توافقوا عليه لماذا الحاجة لهذا الخرق المستمر طبعاً شكراً لكم مرة أخرى أعتقد السؤال الأول الذي ينبغي أن يثار في قضايا تعديل الدستور هو لماذا صدر طلب تعديل الدستور من الرئيس مجلس القضاء لا على فاق زيدان وليس من جهات قانونية أو من الحكومة أو من البرلمان العراقي وهذا يؤكد نقطة مهمة جوهرية أن هؤلاء الذين اشتركت أحزابهم في إقرار الدستور عام 2005 متورطون بشكل فاضع في إقرار قوانين ودقات وبنود دستورية لا أصطلها حتى أنها لا تشابه بقية الدستور في بلدان العالم رغم الدعاة ما أكثر من مرة أن الدستور كتب وفق أبرز التحديثات وأبرز المواد القانون الحقوقية المشابهة للدستور العالمية النقطة الأخرى أن هذا الدستور كتب من جهات غير مهنية ولا احترافية بين قوسها لا هي قانونية ولا هي حقوقية ولا تستحق أن تكون ضمن لجان محترمة تكتب دستور بلد خرج من فوضى سياسية وحرب وفيه تنوع وتشكيل مختلف على مستوى المكونات على مستوى الثقافات والقوميات ناهيك عن أن بلد خرج من حصار وحروب قاتلة هذه الأطراف التي كتبت الدستور تم اختيارها فقط لأنها معارضة للنظام السابق وبالتالي كان الهدف الرئيسي إقرار بنود وإحكام دستورية تخص أو تهيئ الطريق لحكم هذه الأحزاب أو هذه الجهات المتصارعة التي تريد أن تغير مسار كل الحياة القانونية والدستورية والثقافية والاجتماعية في العراق لشكل جديد يناسب تطلعاتها للبقاء على مدايات وفترات طويلة هذه الإشكالية التي تولدت عن كتابة هذا الدستور المشوى بالمسار الأعود أدى إلى تشكيل تراكمات واحتقانات وأورام نمت وتضخمت تدريجيا عاما بعد عام حتى أصبح مسار العمل السياسي كما أشرتهم بنفق مظلم وانسداد سياسي واجتماعي واقتصادي لأن المشاكل التي طلبها بسبب تعديل الدستور تتعلق بعضها بالسياسة تتعلق بعضها بالاقتصاد تتعلق بعضها بشكل العلاقة بين مكونات العراق والصيرورة القانونية لدستور يستطيع العبور بدون مشاكل هذه الإشكالات التي تعلق بهذه الصيرورة أصبحت معضلة حقيقية وبالتالي هذا الدستور لم يعد ضامنا بين الجهات السياسية عند اختلافها بخلاف معظم الدستاتين في العالم عندما يختلف طرفان أو تختلف مجموعة أطراف يكون هناك دستور ضامن يتم الرجوع عليه عند الاختلاف والآن شاهدنا قانون النفط والغاز تقليل كردستان لم يعترف بهذه سنتحدث عن هذه الفقرة فقرة أيضا هناك محور مخصص إذا سمحت لي مخصص لقضية لقرار المحكمة العليا بفطلان قانون النفط والغاز في كردستان نتحدث عنه إن شاء الله في سياق هذه الحلقة دكتور مثلنا أيضا جاء في المحور الأول المتعلق بالدستور أن هذا الاعتراف من شركاء العملية السياسية بالحاجة الماسة والملحة لتعديل الدستور أو بعض فقراته الإشكالية أنه سيترتب عليه شيء فيما يتعلق بالنظام الحالي شرعية بين قوسين أو بطلانا ما الذي سيترتب عليه هذا الاعتراف فيما يتعلق بشرعية النظام على أقل من وجهة القائمين عليه شركائه مصمميه بداية موضوع الشرعية والمشروعية غير مطروح للبحث في العراق في ظل الاحتلال الأمريكي القضية ضربت بعرض الحائط من ساعة الاحتلال وحتى اللحظة كل ما تم من إجراءات لاحظة لا مشرعية ولا مشروعية حتى وإن أضفت جهات دولية ومتحدة الشرعية عليه ومن هنا لم يكن المحتل الأمريكي ولا رعاة العملية السياسية في العراق معنيين بالبحث عن موضوع الشرعية شرعية القوة والغابية التي فرضت نفسها في العراق وأقرت هكذا دستور لا يقبله عاقل لا يقبله أدنى دارس للقانون فضلا عن أن يعمل به هذه الفقرة التي ذكرناها في تقريرنا الدوري كنا نشير فيها إلى عدة نقاط النقطة الأولى أن القوى المناهضة لاحتلال منذ وقت مبكر أثناء إعداد الدستور بيّنت عيوب هذا الدستور وما سيخرج فيه من مواد وبنوت وحتى في ذلك الوقت سمته الهيئة بالدستور المسخ لأنه لا يعبر عن حقيقة الدساتير حتى من الناحية الفنية الناحية القانونية ثم اجتمعت القوى المناهضة لاحتلال عدة مرات وأقامت الهيئة في مقرها عدة ندوات لمناقشة موضوع الدستور وصدرت أدبيات كثيرة بل اتفق القوى المناهضة للاحتلال مع بعض القوى السياسية التي كانت متورطة في الدخول بالعملية السياسية على ضرر هذا الدستور وأذكر الاجتماع المهم الذي عقد في جامع أمو القرى وقتها من أجل تنسيق الجهود بين القوى المناهضة لاحتلال خارج العملية السياسية وبعض القوى السياسية الداخلة في العملية السياسية واتفق الجميع على مقاطعة الدستور أو المشاركة فيه وقول الله من أجل استفادة من البند المحافظات الثلاث لإلغاء التصويت أو لإلغاء إقرار الدستور وللأسف طبعا القصة معروفة لي من التزم هذا الطرف الذي كان شريكا وهو الحزب الإسلامي وقتها بالموضوع وأقر الدستور بعد ذلك عقد مؤتمر القاهرة في نفس السنة 2005 مؤتمر الوفاق ثم اللجنة التحضرية لهذا المؤتمر في عام 2006 في القاهرة كلا الاجتماعين أقرى بوجود عيوب في الدستور وأوصى بتعديل المواد الخلافية في الدستور بل الاجتماع الثاني لم يوصي بتعديل المواد الخلافية فحسب وإنما أوصى بإعادة النظر في الدستور كاملا وتم الاتفاق على ذلك بين القوى المناهضة الاحتلال وقوى العملية السياسية لذلك دائما نقول المعيار في أي موضوع يسمونه مصالحة يسمونه حوار يسمونه نقاش ينبغي أن يعود إلى توصيات اللجنة التحضرية لمؤتمر الوفاق في عام 2006 لأن هناك إقرار من النظام السياسي القائم ورعاة هذا النظام عربيا إقليميا دوليا بأن هناك خلل كبيرا في الدستور وصلنا إلى النتيجة إلى الساعة التي بدأوا جميعا يتحدثون عن الموضوع ولكن كما قلت لا من أجل أهداف وطنية وإنما من أجل معالجة مشاكل أصبحت حجر عثرة الآن أمام تمرير بعض المخططات وأضرب مثلا الأخي حسين دللي أشار قال هناك مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية في الدستور نعم وقبل ذلك مشاكل من حيث الرؤية للدولة العراقية للشعب العراقي ومكوناته لكن سؤالي هنا من أكثر النقاط إثارة للمشاكل في الدستور هي البند المتعلق بالمناطق المتنازع عليها إلى الآن لا أحد يتحدث عن هذه النقطة لما؟ لأنها تحقق مكاسب لجميع الأطراف النقاش يأجري بينها في تفسير هذا البند في تفسير هذه النقطة وليس في إبقائها أو إلغائها سنتحدث عن ما سمت أو سمى القسم السياسي بالفقرات الألغام الموقوطة الموجودة في الدستور والجاهزة لتفجير الوضع عموما وليس تفجير الوضع السياسي فقط سنتحدث عنها فقط ننهي فقرة الدستور إذا الوقت يسمح مع ضيفنا حسين دللي أستاذ حسين هذه خطوة مطالبات شركاء العملية السياسية بإعادة النظر بالدستور تعديل فقرات الخطرة التي كتبت على عجل في ظرف سياسي استثنائي تغير الآن بعد 18 سنة تغير ألا تعد خطوة تحسب للعملية السياسية وشركائها أنها تعيد النظر أو مستعدة لإعادة النظر بالدستور وربما تكون هذه الخطوة ممهدة لخطوة أجر وهو إلغاء الدستور وهذا ما تطالب به القوى الوطنية العراقية المناهضة لاحتلال والقوى الشعبية يعني هذه الخطوة لو كانت فعليا منصمم لخدمة العراقيين بعد 18 عاما من الضيم والفساد والسرقات والنهب والابتيالات والمجازر لقلنا هذا يحسب لهذه العملية المنحرفة لكن الإشكالية أن هذه الخطوات هي من خارج من الأحزاب نفسها التي أدمنت على هذا الفساد وهي التي شرعت هذه العملية السياسية وثبتت أركان الحكم في هذه المنظومة التي يجتمع تقريبا معظم العراقين على أنها عملية فاسدة لا يكون إصلاحها وهذه نقطة مهمة جدا الذين خرجوا في الثورات العراقية المتتابعة منذ 2011 و2013 و2017 وصولا إلى ثورة تشرين المجيدة في 2019 و2020 أكدت على أن إصلاح العملية السياسية غير ممكن ما لم يتم تغيير هذه المنظومة بكاملها هذه المنظومة هي التي شرعت الفساد وهي التي أجهزت كل الثورات التي حاولت إصلاح عملية سياسية أو إصلاح البرلمان أو إصلاح عملية انتخابية أو المطالبة بعملية محاسبة وتشكيل لجان حقيقية للنزاهة والشفافية فهذه الأطراف التي خرج معظم العراقيون ضدها لا يمكن لها أن تقوم بإصلاح حقيقي يرتجى منه تعديل هذا المسار الذي أصبح كما قلنا يتجه إلى انسداد حقيقي واضح على المسارات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية وبالتالي كيف نثق بدعوات تعديل الدستور وما زلنا نشهد الآن منذ أكثر من شهرين انتهت الانتخابات وهناك صراع حقيقي ميليشياوي يرتكز على سلاح منفلت وميليشيات منتشرة بالطول العرض سواء من التحالف الثلاثي الذي تقود التهاري الصدر الذي ينقلك أوسع ميليشيات في الساحة العراقية أو من الإطار التنسيقي الذي يرتكز جسمه الرئيسي على ميليشيات الحج الشعبي التي عاتت فساد في العراق من القتل والمجازر والسرقات والمكاتل الاقتصادية التي الآن تسيطر على معظم اصطفقات التجارية والمقاولات سواء المحافظات العراقية التي يزعم أنها محررة أو حتى في العاصر ومبغداد اليوم قبل ساعات امتشر خبر أن الرئيس العراقي وقع على قانون عفو على حالة عفو لمدام متادر المخدرات وابن المحافظة النجف وقيل أن الطلب رفع من رئيس الوزراء كيف يرتجى من رئيس الوزراء يطب عفو عن مدام بالمخدرات محكوم بالسجن والرئيس يوقع ثم نقول أن هؤلاء يرتجى منهم بصلاح حملية سياسية هؤلاء ومشتركون بتدبير العراق كيف يعطى عن تاج المخدرات بينما يترك عشرات الآلاف من السجار الذين دمر حياتهم وحياة عائلاتهم منذ أكثر من خمسة عشر السنة وهم يتعفلون في السجون بناء على اعترافات انتزعت بالتعذيب أو وشايف مخدر سري فهذا الأمر كان يحسب لو كان هناك أي بوادر أو أمل في إصلاح من هؤلاء شكرا أستعدل من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام لنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن التقرير الدوري الرابع للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق ابقوا معنا اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث فيه التقرير الدوري الرابع للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق ضيفة الطاولة دكتور مثنى حارث الضاري والأستاذ حسين دلي دكتور مثنى الهيئة منذ البداية حذرت من الدستور الذي كتب عام 2005 طبعا الهيئة وبقية القوى المناهضة للاحتلال لكنها أشرت على بعض فقرات هذا الدستور واعتبرتها ألغاما موقوتة لا لتفجير الوضع السياسي في العراق وإنما لتفجير المجتمع العراقي برمته ما هي هذه الفقرات أو الألغام الموقوتة هي كثيرة لكننا في دراسة صدرت عن الهيئة في عام 2005 ثم طبعت بعد ذلك في كتب أبرصدنا هذه الألغام أبرزها أتحدث عن ثلاثة نقطة الأولى هي ديباجة هذا الدستور الذي قسم العراقيين وفرقهم وأدخل بعض المصطلحات والعبارات التي توحي بأن هناك بعدا دينيا بل بعدا مذهبيا طائفيا في هذا الدستور هذا أولا ثانيا الفقر المتعلقة بجعل العراق دولة اتحادية أي فدرالية وهذا طبعا إحدى النقاط البارزة التي تحفظت عليها الهيئة في مؤتمر القائرة في عام 2005 وإحدى مشاكلنا المزمنة الآن هذا الموضوع أو هذا الموضوع موضوع الاتحاد أو دولة اتحادية أو الفدرالية والمطالبات بالإقليم وما إلى ذلك والصراعات بشأن هذا الموضوع وأنه هذا سيؤدي في النهاية أمور الدالة على ذلك اللغم الثالث هو مثلا المادة 140 التي أشعرنا إليها قبل قليل المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها هذه المادة 140 تتحدث عن موضوع التعريب في زمن النظام السابق وأنه لا بد من تطبيع أولا المناطق وتهديئته ثم إجراء إحصار سكاني في المناطق المتداخلة بين العرب والكرد ثم بعد ذلك تحديد المناطق التي تدخل تحت إطار حكومة كردستان أو تحت إطار الحكومة المركزية وغالب هذه المناطق طبعا في محافظة كاركوك وما حولها في مرحلة ما استغلت السلطات الكردية الأوضاع في العراق وبسطت يدها على هذه المناطق وقالت أصبحت المادة 140 في الدستور غيرها الجدوى لأنه تم تنفيذها عمليا طيب كيف تم تنفيذ مادة في الدستور مشكلة لها لجنة من جميع الكوة السياسية لبحثها بإشراف الأمم المتحدة تلغى بإجراء عسكري في عام 2017 حدث العكس عندما فشل الاستفتاء على قليم كردستان انفصال قليم كردستان في عام 2017 ماذا حصل؟ قوات ما يسمى الحكومة المركزية في بخداد اشتاحت هذه المناطق واستولت حتى على مدينة كاركوك وكأن لسان حالي يقول أيضا أنه نحن أيضا نفذنا المادة 140 بطريقتنا إذن مادة في الدستور التوافقي بين هذه القوى تترجح وتتناوبها الأطراف المختلفة من خلال القوى العسكرية ليست هذا لغما أو ليست هذه المادة لغما لا يكاد ينفجر بل انفجر في مرتين سابقتين وكان يودي بالبلاد إلى مزيد من الكوارث المأس التي هي فيه إذن هذه النقاط الرئيسة أو الأمثلة لبعض النقاط الرئيسة أما القضايا التفصيلية فحدث ولا حرث سواء كان في الجانب السياسي في الجانب الإداري في الجانب المالي في الجانب الدبلوماسي في الجوانب الاجتماعية وما يتعلق بها بل حتى في جانب حقوق الإنسان بعضهم يقول لأن هذا الدستور يعد من أفضل النماذج في هذه الفقرة طيب إذا كان هو متميزا في هذا الجانب الحريات طيب وباقي الجوانب نطرحها لأنه تميز بهذا الجانب لكن قراءة فاحصة فيه تدل على أنه أيضا في هذا الجانب فيه إشارات فيه مؤشرات فيه أقول أسس للبناء عليها بقوانين تهدد النسيج المجتمعي العراق أحسين القسم السياسي في الهيئة اعتبر أن تهجير سكان قرى مكحول وإلقاءهم في العراء في محافرة صلاح الدين دليلا جديدا مضافا إلى سلسلة الفشل الأمني للقوات الأمنية في العراق قوات أمنية وجيش وميليشيات بالملايين تستهلك ستين بالمئة من ميزانية الدولة العراقية الآن لماذا هذا الفشل المزمن للقوات الأمنية والهرولة إلى حلول إذا صح توصيفها بأنها حلول مسخرة أو مهزلة أن هناك تهديدات أمنية يحمل السكان المدنيون ويلقون في العراء بذريعة أن هناك تهديدات أمنية لهم العفو تهديدات إرهابية أنا أعتقد أن النقطة المهمة في هذا السياق هو عدم وجود قرار سيادي حكومي حقيقي يراقب أو يحاسب القوات الأمنية بين قوسين المنفلثة الآن وفق السياقات وخاصة في سنة هذه 2022 والنهاية 2021 هناك أكثر من عشرة إلى خمسة عشر عملية تهجير حدثت في مناطق مختلفة من العراق ربما آخرها مكحول هناك لدينا في منطقة الرمانة في ناحية القائم لدينا في ذراع ديزة والترتار عائلات مهجرة لدينا قرى في ثابتة من شم في البعاج هناك في محيط بلد ثلاث أربع قرى مهجرة عزيز بلد وغيرها يعني ليس بعيدا عن نهر الإمام والمثاق في المقدادية هذه الأمور تزداد يوم بعد يوم بعد أن كانت خلال السنتين الأخيرتين نسمع فقط جرط الصخار ونوعا ما في صلاح الدين لكن زياد هذه الحوادث وبعضها تم بقرارات غير مركزية بمعنى أنها ارتجالية من الضباط الأمنيين المياه جرى في مكفول هو أن اللواء عبد المحسن حاتب قاد عمليات الجي في محافظة صراح الدين أمر بهذا القرار ونفذه اللواء 91 لن الرجوع بحسب علمنا لا إلى محافظة صراح الدين عمار الجبر الجبوري ولا إلى رئاسة الوزراء لكن أبلغ هؤلاء بعد تنفيذ القرار بعد إخلاء هذه القرى ست بتقريبا 400 عائلة هذه السياقات الأمنية التي تتم وفق هذا القرار ويتم فضحها في وسائل التواصل والقرارات الإعلامية تصور وتعمل مقابلات مع تلك العائلات ثم لا يبادر لا المحافظ ولا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية ولا رئاسة الوزراء للتصرف إذا تلك الأمور التي تؤكد على منهجية سابقة في عمليات التهجير وما يسميها الآن التغيير الديمغرافي يؤكد أن هناك تواطئ حكومي واضح مع هذه القوات الأمنية لم تعد عملية التهجير مرتبطة فقط بميليشيات الحشد التي أدمنت هذه العمليات منذ 2014 على الأقل بل أصبحت هناك أجهزة حكومية في الجيش وبعض الأجهزة الأمنية الأخرى تفعل هذه الأمور أمام أنظار كل الجهات الداخلية وخارجية وكما جرى المقدارية في ديالة أشكرك واضح أستاذ حسين دكتور مثنى استكمال لنفس النقطة نقطة الفشر الأمني على خلفية ما جرى من ترحيل أو إجلاء أو تهجير سكان قرى مكحول بذريعة أن هناك تهديدات إرهابية فراغ أمني هناك تهديدات من تنظيم داعش كيف يمكن لتنظيم داعش أن يهدد مناطق بأكملها قرى بأكملها بها آلاف من السكان وهو الذي قد احتفل بهزيمته والانتصار عليه قبل عدة سنوات والاحتفال الحقيقة يجري في كل سنة تم القضاء على تنظيم داعش نعم هذا من قبيل التناقض المعروف والمعهود في العملية السياسية والنظام السياسي القائم برمته ذكرنا عدة مرات في وثاق أخرى بأنه أعلن انتصار على الإرهاب على ما يسمى تنظيم داعش ولكنهم الآن يتذرعون بأن هناك مناطق أمنية أو مناطق شاسعة لا يمكن حمايتها أمنيا تجد خروقات هذا التنظيم فيلجأون إلى إجراء غير مسبوق ومثل ما قال لقى حسين هو إجراء جزء بمعنى ليس إجراء من السلطة الحاكمة ليس إجراء مركزيا ولكن حتى لو كانت السلطة مركزية كانت ممكن أن تلجأ لهذا الإجراء كما فعلت في سنوات سابقة لماذا؟ لأن المنظومة السياسية والعسكرية في العراق غير متناسقة أولا وثانيا لا يوجد نوع للسيطرة والمركزية في إدارة أعمالها فإذا الأصل بأنه يتصدى لهذه المجموعات الإرهابية يحسم المعركة في هذه المناطق من أجل يفسح المجال للناس أن يعيشوا آمنين في بيوتهم ومنازلهم أما يخرجهم إلى الصحراء وتخرج معهم قسم كبير من أبناء هذه المناطق لديهم مراضي زراعية واسعة فضلا عن قطعان كبيرة من الماشية نقلوهم هم وماشيتهم وألقوا بهم قرب بلدية مكحول فإذا هذه معالجات فاشية تدل أولا على عدم قدرة هذه الأجهزة الأمنية على أحد أمره أما عدم قدرة على حسم موضوع داعش وهذا يتنافى مع إعلام الانتصار على داعش أو أنها فعلا انتصرت على داعش ولكنها تتخذ هذه الإجراءات لأهداف ولأمور أخرى لعل من أبرزها هو التهجير الديمغرافي لمكون معين بدرائع شدة أنا حقيقة أرجح الأمرين تنظيم داعش وغيره موجود ليست لديهم قدرة على حسم الأمور بسببه السبب الأول عدم الجاهزية القتالية العسكرية الحقيقية لهم وثانيا لأن هناك ملفات إقليمية ودولية تقتضي بقاء هذا التنظيم في الساحة العراقية والساحات المجاورة من أجل أهداف معروفة لنا جميعا هذه رؤية فقط وركز على نقطة نقطة أخيرة أن هذا القرار كما قال الفحسين اتخذته جهات عسكرية بدون التنسيق مع الجهات الإدارية في محافظة صراح الدين ولكن للأسد الجهات الإدارية في محافظة صراح الدين متعاونة ومنسجمة مع هذه الجهات العسكرية لتغطية هذه الفضيحة والتذرع بأنه هذا الإجراء لحماية المهم دكتور هناك نقطة أنا أجلتها فيما يتعلق بالدستور أجلت نقاشها منذ بداية الحلقة ويبدو أنها فاتتني والحقيقة نقطة جوهرية ومهمة يعني لا بد من التطرق لها حتى تكون الصورة واضحة فيما يتعلق بالدستور التقريد تحدث أن هذه الدعوات الجديدة من قبل شركاء العملية السياسية هي محاولة واضحة لإنقاذ النظام السياسي المتهاوي لو أن الدستور عدل فعلا هل سيكون كفيلا بإيقاف هذا التهاوي للنظام السياسي باختصار حتى نكمل بقية النقاط نعم ممكن يمد له النفس قليلا لأنه ستخرج مشكلة أخرى أيضا تهدد هذا النظام السياسي ولكن الآن لديهم مشكلة في تشكيل حكومة في اختيار رئيس الجمهورية ثم اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة كل هذه الأمور متعثرة الآن فيحاولون إصلاح بعض الأمور من أجل مد النفس قليلا بهذا النظام السياسي وإلا ستواجههم مشاكل أكبر من المستقبل أستاذ حسين أيضا تطرق التقرير لقضية المقدم في قوات الرد السريع المتهم بجراء في الموصل وفي الناصرية ضد المتظاهرين اللي هو عمر يعني نزار وقال التقرير للقسم السياسي أنه مسلسل الإفلات من العقاب ما زال مستمرا ولا يتوقع أن يتوقف في ظل نظام سياسي متهم بارتكاب جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية هذا حلقة الإفلات من العقاب إذا ما استمرت كيف ستغر الميليشيات وفرق الموت الخاصة بارتكاب مزيد من الجرائم واطمئنان واسترخاء كامل لعدم الملاحقة قبائيا وقانونيا وهذا ما حدث فعلا عملية الاسترخاء أو الترحل أو التخالل أو التواطئ سمعي ما تشاء من هذه المصطلحات التي تصم العملية السياسية أو الحكومة أو الأجهزة الأمنية في عدم مراقبة أو محاسبة الأجهزة أو الضباط الذين افتكوا بمجازر عمر نزار هو نموذج واحد من عشرات بل رؤميات الضباط المتهمين بعمليات تعذير بعمليات قتل اغتيالات تنفيذ عمليات خارج نطاق القانون لا نتكلم الآن كما قلنا وأسلفنا فقط عن ميليشيات الحشد الآن لدينا قوات أمنية وضباط متهمين بعمليات قتل خارج القانون واقتصاب وتهجير موضوع مكفعول مسؤول عنه ضابط وموضوع أمر نزار هو أيضا ضابط هناك تلاغم في انتهاكات حقوق الإنسان أنا هنا أشير إلى تقرير يوم الرايتس ووتش الذي صدر قبل نحو شهرين على حصيلة العام 2021 الذي أكد أن الحكومة العراقية متورطة في الإفلاة والعقاب نفسها الحكومة لم تسعى لا هي ولا لجانها ولا حتى مكافعة الفساد التي أنشأها الكاظمي برئاسة أحمد الغيف لم تتجه إلا لضباط من الدرجة الثانية إلا لقدراء من المسؤولين من الدرجة الثانية لم يتم محاسبة أو سجن أو محاكمة أي وزير من الدرجة الأولى ولا حتى مسؤولين سابقين إذا نتكلم عن عادل عبد المهدي فقد رئيس الزراء السابق فقد أجمعت التقارير على أنه متورط في إعطاء الضوء الأخضر لعمليات القنط والاغتيال وتهريب السلاح وحتى كثير من الأمور متنبهة نور المانكي الذي الآن يمتلك أربعين مقعد والآن يريد أن يعود بقوة للعمل السياسية عمر نزار المتنبه الانتهاكات الواسعة التي عرضت في الفيديو هو نموذج لمئات كما أسلفنا لم يتم تصويرهم لم يتم إعلان عن الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبوها جميل الشمري المتهم الأول بمجزرة الزيتون هو الضابط الأعلى رتبتا من عمر نزار الذي ارتكب المجزرة أين هو ألم يتم تبريئته وهذا جميل الشمري الآن يرفع ويستلم كتاب ترقي في حركات الترقيات الأخيرة الكلام عن رشيد فليح قاد عملية البصرة الكلام عن تامر أبو تراب قاد القوات الرد السريع التي ينتمي لها عمر نزار بالمناسبة عمر نزار وحيدر كوبرا وعلي المشتركة صدر لهم فيديوات أخرى تؤكد أن ما ارتكبوه في المنصر لم يكن عملية فردية وإنما نهج متواصل تم بضوء أصدر باحتبار هذه المناطق مستباحة كلها داعش بمن بقى من المدنيين أي فرد بقى في تلك المحافظات هو من الدوائش وبالتالي يتم استباحتها قتل الانتهاك الحقوق بدون أي رقابة عمليات كثيرة شهدتها ما تسمى عملية التحرير حدثت فيها انتهاكات واسعة يندى لها جميل الإنسانية للأسف كل الحكومات والمسؤولين في العراق منذ 2014 إلا منقل قبلها على الأقل منذ حدوث هذه الانتهاكات الواسعة متورطون بشكل مباشر حدر عبادة عادل عبد المهدي مصطفى الكاظمي متورطون بشكل مباشر في تلك الانتهاكات بالسكوت عن محاسبة هؤلاء الضباط الذين فضحتهم الصور وهناك ضباط آخرون وصلت عنهم تقارير مكتوبة سواء من شهادات الناس أو من أجهات الحكومة الأخرى أو من المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو وهيوم الرئيس واج فضلاً على المنظمة الداخلية ومنها ورصة دفادة الذي أنا أعمل فيه نقلنا تقارير كثيرة عن انتهاكات في السجون في الابتزاز في كثير من الأمور التي شهدت انتهاكات واسعة دون رقابة ولا حساب أشكرك الله دكتور مثلنا أيضاً التقرير السياسي تطرق في المحور الرابع أو خصص المحور الرابع من خصص من هذا التقرير لتسليط الضوء أو مناقشة قرار المحكمة العليا في بغداد القاضي ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بكردستان العراق وتحدث التقرير أنه كشف شيء هذا القرار فيما يتعلق بإدارة الدولة العراقية بعد العام 2003 ما الذي كشفه وما مغزى توقيت إصدار هذا القرار الآن المغزى السياسي أولا نحن في الهيئة وفي الهيئة وفي الهيئة وفي الهيئة ونهار الاحتلال فقط هذه ملاحظة لكم مشاهدين لا نطلق وصف الدولة على الحالة التي حصلت بعد احتلال العراق كانت هناك دولة ومستوصات دولة ونهار الموجود الآن هو نظام سياسي برعاية احتلال في جمع احتلال هذا الدولة العراقية مقتبس من تقريركم لناحية إدارة الدولة العراقية نعم نعم هذا لك الصور فإذا هذا التعبير هو تعبير عن جزئية ماذا يمكن أن يقوم به هذا النظام السياسي لمحاولة إظهار نفسه كدولة فإحنا في إطار التقرير السياسي استخدمنا هذه العبارة للتهكم لأنه لا توجد دولة هم يقولون دولة وسيادة فنحن نقول لهم تنزلا من باب الإلزام بما تقولون تقولون دولة عراقية وإذا بهذه الدولة العراقية يصدر قرار من إحدى المحاكم العراقية فيه بغداد ورئيس الوزراء لا يعلم به ووزير النفط الذي صدرت الحكم بناء على طلب منه لا يعلم يكتشفون بعد ذلك أنه ليس المعني وزير النفط الحالي وإنه وزير نفط سابق وصدر هذا القرار لأن النظام في العراق نظام ديمقراطي قائم على فصل السلطات نعم أنا لا أفهم اللقار السياسة واللقار باللقاء بشكل عام نظام فصل بين السلطات ليس فصلا تام وإن بمبعنا بكل سلطة لها صلاحيات ولها إجراءات ولكن هناك أجهزة تنفيذية تتولى التنسيق بين هذه الجهات بل من المسلمات أن رئيس الوزراء نخصدك ناس الجر شمال وناس يمين وما حد ناس الجر طور وناس الجر عروب فمسلم بأن أي رئيس وزراء يحترم نفسه أنه يراجع التاركة التي استلمها موكو استلام وتسليم رئيس المزراء السابق ينظر إلى الموضوع ما هي القضايا القانونية المطروحة الخاصة قضية مهمة تؤثر على علاقة كما يقولون بين جزئين بين شركين بين جحتين فيما يسمونها الدولة الاتحادية هذا يكشف التخبط الكبير الجاري في هذا النظام السياسي الذي يسمونه دولة ومدى انفراد كل جهة بالعمل بل أنا أنقل هنا دعني قد يقال أنتم قوة مناهضة للاحتلال وتبحثون عن أخطاء الطرف الآخر وهذا حقنا بالواجب المطالعة التي قدمتها بلاس خارت وبروهة المتحدة في العراق أول أمس بشأن الحالة في العراق تعرضت لهذه الجزئية انظر ماذا تقول عندما تعالج هذه الجزئية تقول وصدر قرار من المحكمة في بغداد وسبب إشكالا سياسيا بين حكومة بغداد وحكومة كردستان وماذا تعقب تقول وهذا الإجراء لم يأتي بناء على متابعة أو سياقات إدارية أو سياسية معلومة وإنما فوجئت به حكومة بغداد لأنه مقدم من حكومة سابقة هذا بحد نظام الدولي يدين هذه الحكومة أنه يعني مثل ما يقول المثل العراقي الشعيط ومعيط وجرار نعم شكرا حسين ذلي هل تعتقد أن أقطاب العملية السياسية الآن تحولوا لاستخدام أو توظيف الثروات القومية أو الوطنية كالنفط والغاز المملوكة للشعب العراقي هكذا يقول الدستور النفط والغاز والثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي حولوه أيضا إلى سلاح للتصفية البينية فيما بينهم للابتزاز والمساومة السياسية لا يشك أحد أن القرار قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قانون نفط والغاز لقيم كردستان هو قرار سياسي بامتياز لا تخطوه عين وأجمعت كل التحليلات على أن توقيت الظهر هذا القرار رغم أنه كماس أستاذ الدكتور رفعه وزير النفط السابق جبار العيبي وليس حسين عبدالجبار الوزير الحالي وإضافة إلى أن رئيس الوزراء لا يعلم بالموضوع هذا الطلب الذي رفعه الوزير السابق منذ بضع سنوات أن يجاب عنه ببطلان هذا القانون في هذا التوقيت في وسط صراع سياسي على تشكيل حكومة وسط جو مغيم من الاهتهديدات والصفقات السياسية ومحاولة ومحاولة إدخال الميليشيات كجزء رئيس ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة لا شك أنه تحليل صحيح ينبني على كثير الأمور التي تؤكد أن كثير من الأحداث التي وقعت في هذه الأسابيع تأتي بضغوطات سياسية داخلية وإقليمية هذا أمر لا يشوف فيه أحد القانون النفط والغاز من المهم هنا نذكر بعض الأمور القانونية بحقها هو صدر القانون النفط والغاز العام المادة 110 إلى المادة 115 مواد قانونية عفوا نقي دقيقة فضل المادة 111 ترتكز عليها حكومة قليم كل سنة في أنه يحق لها التصدير بينما القانون المحكمة الاتحادية يجمع المواد ستتها في التأكيد على أن ليس من حق الإقليم التصدير ما لم يرجع إلى الحكومة المركزية وكما حدث في المادة 140 يحدث في هذا القانون هناك الغام الدستورية من ضمنها هذا القانون النفط والغاز وبقية القوانين التي لا توضح العلاقة قانون دستور يجعل من الشعار الحسينية مادة دستورية دستور يجعل من المواد الفيدرالية مواد دستورية والمواد الرئيسية يقال عنها سيتم تقنينها لاحقا كل المواد المتعلقة بمواد صحة الشعب العراقي يكتب عنها ينظم بقانون بينما القوانين الشكلية المتعلقة بدباجة الدستور هي التي تم التأكيد عليها وهي التي ولدت وتولد وستولد عقبات أخرى وعراقيل تمنع مسيرة العملية السياسية ومنظومة الحكم بشكل صحيح في ختام هذه الحلقة من طاولة حوار والتي بحثت في التقرير الدوري الرابع للقسم السياسي لهيئة علماء المسلمين في العراق لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها وهم كل من الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق كان معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب كما نشكر أيضا الصحفي والإعلام العراقي الذي كان معنا عبر سكايب أيضا من العاصمة القطرية الدوحة وحتى نتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة